السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله بهذا الدرس والشاهي ضروري بالدرس هذا هذا درس طويل هذا كورس هذا مو بدرس عادي هذا الدرس أو هذا الكورس بتكلم فيه معكم عن أهم أربعين أمر أهم أربعين أمر في اللينكس كيف جبت الحمية هذه من رأسك من كيسك إينا جابه من كيسي لأنه أنا ما طلع عن الأربعين هذه أمر الشيء الثاني إذا جدت بتعامل مع نظام أنت بتلقي نفسك داخل هذه الأربعين أمر طبعا من عام 2010 إلى الآن على استخدام فوجدت نفسي فعليا أنا داخل هذه الأربعين أمر يعني نقيتهم تنقية أنهم بيسووا لك معظم الأشياء وأنا هنا أتكلم عن إدارة نظام وليست إدارة برنامج في نظام ترى الوضع مختلف تماما الأبت هو عبارة عن برنامج في النظام اللي هو مدير حزم ماسكويل هو عبارة عن برنامج في النظام أنا ما تكلم عن هذا أنا تكلم عن إدارة النظام يفترض أنك الآن وانت قاعد تشوف هذا الدرس أليه الكورس أنه يكون معك ملاحظاتك الخاصة ما راح أطيلك 40 أمر 40 أمر أنا قدامي كتبهم بمشي عليهم بالترتيب ما بعطيك إياهم إذا ناوي تفهم صح اكتب أنت الأمثلة وكتب أنت الشرح وقف هذا الدرس وتعلم صح الشيء الثاني جيب لك بيالة شاهي الوضع يبيله بيالة شاهي وقبل ما نبدأ بالدرس فيه إعلام بسيط يعني كذا إعلام ممول زين في تحت في الوصف رابط حق فليكس كورسيز تأخذ IDE من شركة جيت برينز تعرفون شركة جيت برينز الكبيرة اللي هي بيئة التطوير احنا عملنا صفقة معهم بحيث أنه أن تقدر تأخذ المحرر هذا فترة اشتراك مجانية وبعد الاشتراك المجاني راح تجدد بقيمة خصم 25% جيد فأنت كأنك يعني وفرت أشياء كثيرة خصم 25% وفي عندك IDE بلاش وبعد ما أنك تجدد IDE تحصل على خصم 25% لتقول لي ما قلتلك شوفوا تاعت الفلوصف بسم الله الأوامر قسمين في قسم الإدارة والملفات في قسم التعامل مع النظام فخلنا نبدأ أول أمر بايسيك بايسيك مرة نعبدأ من شيء هو أمر CD هذا أمر CD هذا أمر CD شي سوي هذا ينتقلك تشينج ديركتوري من مكان إلى مكان تكتب CD وتنتقل من هذا الديركتوري على الديركتوري الثاني وابحة الفكرة توقع ما مهم صعبة إذن أنت حتى تنتقل إلى ديركتوري معي انت ضع المسار مثلا أبنتقل على فار جيد لوك أنا الآن في الفار لوك هذه هي طريقة الانتقال أبطلع على المجلد اللي قبله CD دوت دوت أرجع حبة وراء ترى مرة باش هذا هو الأمر إذا حابت انتقل إلى أي مكان بحذي بس في فكرة بسيطة أنكم كنت تستخدم علامة التلدة اللي شفت مع حرف الذال للانتقال بشكل مباشر على حاجة في الهوم ديركتوري يعني أنا انتقلت على الهوم ديركتوري فحشان أنا أعرف هذا الأمر الثاني عندي أستخدم PWD PWD يعلمني وش المسار اللي أنا موجود عليه الآن فأنا لاحظ أني باستخدام PWD وجدت أنه أوكي موجود في هوم عبد المجيب لو انتقلت على مسار ثاني زي فار لوك وسويت PWD بشوف نفسك إنك على الفار لوك هذه أول أمرين وعرفناهم يلا عني بعده في عندنا أمر RM طبعا رحنتقل الآن على الهوم بشكل هذا بسوي لي ميك دير قبل ما استخدم الهوم ميك دير هذا أنا عبارة عن إنشاء مجل جديد فباستخدام MK دير أبنشئ مجلد جديد فأنا عبنشئ مجلد حتى يكون المجلد هذا هو مكان اللعب فبسميه مثلا Playground هذا هنا بنلعب حلنا شوي CD Playground عشان ندخل هنا بسوي لي File كيف يسوي File باستخدم الأمر Touch Touch هذا ينشئ لي ملف معين طيب ما أقدر أقول مثلا File.txt رائع رائع الآن أنا كيف أحذف هذا الفايل أقدر أحذفه باستخدام الأمر RM RM يحذف لي ملف معين هنا كل اللف هذا عشان نستخدم RM الآن RM هذا في أكثر من طريقة لاستخدامه في طريقة أنك تضع dash i dash i معناته أنه سأجد لك confirm رسالة تأكيد قبل حذف الملف فلو كتب File.txt قال لك ها متأكد بتحذفه مجرد ما أنك تضغط Enter كذا سوي LS بتحصل أنه ملفك ما أنحذف LS هذا واحد من الأوامر أيضا اللي منتكلم عنه بتشوف أنه ملفك هذا موجود لماذا؟ لأنه ما أحذفت Y فأنا مجرد ما أضغط RM بهذا الشكل بعد أن أكتب File لازم أضغط Y عشان أقدر أحذف الملف هذا جدا مهمة إذا أنت عندك أكثر من ملف راح تعذفه جيد نقطة ثانية فيه بال RM طبعا ممكن نستخدم RMR جيد فلو كان في عندنا مجلد معي نفترض مجلد X هذا المجلد مثلا أقدر أستخدم RM R Recrucive هذا وفي عندني فيلات كثيرة أقدر أستخدم علامة الـ أو أقدر أروح على الـ directory معي نحتف منه الفايل مثلا directory اسمه مثلا خلنا نقول home مثلا في عندي يوزر اسمه عبد المجيب هذا اليوزر مثلا عنده مجلد فيه Downloads مجلد الـ Downloads هذا الآن فيه بسطة فايلات كذا لاحظ أنه قال لك أساسا ما في شيء اسمه Downloads فمجلد Downloads الآن لو دخلت مجلد Downloads حقي بحصل ميح ما في شيء CD Downloads كذا الـ S بتحصل ما في شيء فالRecrucive هذي هل أنك لم تحدث حاجة معينة تستخدم الـ R بحيث أن تحذف مجلد والملفات اللي فيه الحاجة الثانية اللي نستخدمها طبعا هو الأمر CP CP هذا للنسخ فلو جئنا مرة ثانية انتقلناها الآن طبعا بسوي Clear هذا أمر مهم Clear لو جيت الآن سويت انتقال على Playground اللي نسوينا هذه وسوينا Touch على فايل جيد أنا صار عندي الآن باستخدام LS بشوف الأمر CP الفائدة منه هو نسخ ملف من مكاني لمكان فأنا أقدر أقول CP File أقدر أنقله على طول أسوي منه نسخة بنفس المكان أقول هذا File 2 فلو جيت سويت LS الآن بحصر عندي File 1 و File 2 أو أستطيع نقل ملف من مسار إلى مسار يعني ممكن أنتقل هذا File أقول فايل هذا رح أنقلك على Home عبد المجيب Download فالآن هذا وين بروح بروح على مجلد Download لما سويت له CP لاحظ معي أنه أنا إذا ما وضعت اسم للفايل بنتقل الفايل كما هو اسمه ولكن ممكن أغير اسمه أكثر أسمي File 2 .txt الآن لو انتقلت على Download CD Download كذا رح أجد نفسي في Download هنا أنه في عندي File 2 .txt أريد أن تعرف شيء ثاني مهم أنه ننقل directory كامل فأنا أستخدم CP Recursive أو Recursive R بعدين أضع اسم المجلد الذي أريد أنقله مثلا VAR LOG أريد أنقله على Download هذا الشكل طبعا هذا يرفض لأنه ما لدي صراحيات وهذا سأعرف قليلا ولكن إذا أريد أن أنقل ملفات بهذا الشكل Recursive أريد أن أنقل مجلد كامل أريد أن تعرف شيء جيد أن أن تضع حرف V بحيث بإستخدام V أن ترى البروغرس الذي يمشي قدامك يعني أنه قاعد نسخ الملف بالترتيبة فلو تنقل مجلد كبير من مكان إلى مكان في فايلات ترى عملية البرو ستمش قدامك بإستخدام RV V أيضا يمكن استخدم M طيب جميل جدا عرفنا هذا أمور طيبة عندنا حاجة ثانية لو انتقلنا أيضا على Playground قبل تسمية ملفات فأنا استطيع أقول MV مثلا فايل أنقل هذا يكون اسمه File3 لاحظ الآن لما أقوم S أنه عندي File3 هذه طريقة طريقة الثانية حرفية أساسا لم يفقط لعادة التسمية هو ممكن استخدمه لنقل ملف من مكان إلى مكان فأنا أقدر أقول MV File3 هذا يلا نشوف ان شاء الله على خير نقلك على معناة Home لأن أنا مسجل دخول بالمستخدم اسم عبد المجيب زي مواضح هنا لو انتقلت على DOWLOODS بتحصل ملف هذا انتقل هناك أريدك تعرف مهم أن MV يمكن استخدم فيه Recursive يعني لديك File2 S File2 لاحظ ماذا لو سوئت MV File2 هذا ممكن تستخدم حاجة وممكن تضع علامة I لما فايل فايل 3 لو جيت MV File2 جيد على File3 الآن ما يحدث عندك S الفايل هذا انتقل ولا أهمه كتب على الملف الذي كان موجود عندي File3 لاحظ أنه سابقا كان عندي File2 فأنا جيت بعدين سويت Touch File3 لو عدت Touch File3 حمرة ثانية Touch File3 بهذا الشكل بتشوف إنه لو سوئت S أنه في File3 هنا عفوا File3 فايل 2 جيد بتشوف إنه إلا سويت LS الآن في عندي File2 و File3 لو من سويت File مثلا MV File2 على File3 كده رح يمسح الملف هذا لاحظ يمسح لكن في حاجة لو جيت سويت Touch مرة ثانية على File2 الآن سوي Clear LS File2 موجود File3 موجود فأنا عشان أسوي Confirm لا أمسح File2 وبعدين وضعت I وبعدين قلت أسمي File3 لاحظ ما يقول Override3 إذا قلت له يمسح إذا قلت N لا يمسح ولا سيصبح أي process إذن هذا MV في حاجة ثانية يمكن استخدمها أيضا اللي هو N LN اللي هو Link LN كذا Capital لكن هو Small LN LN استخدموا كثير لوضع Link روابط فأنا ممكن نربط ملف في مكان معين على سبيل المثال الآن عندي File2 ماذا File2 هذا S طيب الآن قبل نستخدم Nano ونكتب فيه حاجة Nano هذا محرر وهذا واحد من الأوامر التي أريد تعلمهم لو كتبت File2 الآن هنا كتبت some information هنا Ctrl X عشان نطلع Y بعدين Enter عشان نحفظ طيب الآن هذا File2 غير موجود مثلا في Home لدي File2 لو كتبت ls File2 قال لي لدي شيء طيب أنا ممكن أفضل LN File2 هذا بهذا File2 أو أضع على File2 لنك على Home طبعا أنا أضع Soft لنك طبعا فيه Soft هذا ما أتكلم عنه وما أتكلم عن Hard لنك الآن لو جيت كات مرة ثانية أو ls مرة ثانية لهذا قال لك هذا موجود بس قال لك 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 مشكلة لك المشكلة المشكلة إنه هذا الرابط ما وضعناه بشكل صحيح يعني نقدر نمسح الآن RM File2 الآن نمسح هذا الآن لو جيت مثلا أوكي تقدر تسوي اللينك بطريقة أفضل lns فايل 2 هذا تضع الباث كامل تقدر هذا هذا موجود في home عبد المجيب موجود في play ground اسمه File2 رح اودي على home عبد المجيب هذا الشكل طبعا بدون تسمية رح يكون نفس الملف فالآن لو انتقلت على lns File2 راحة المشكلة اللي كانت قبل شوية لذلك دائما يستخدم الفايل طيب الآن هذا الفايل عبارة عن ماذا هذا الفايل لو سويت له لحظني أنا هنا على home ظهرت الانفرميشن مكتوبة مكتوبة هنا لأن هذا مجرد لينك حتى نعرف انه مجرد لينك لو سوينا بهذا الشكل ls وحطيت dash l بهذا الشكل قال انه هذا الفايل شوية معي شوف العلامة هذه معناتها انه هذا عبارة عن لينك على الفايل اللي قبل وهذا هو الامر n الامر الثاني شفنا مكتاير مكتاير حتى تسوي دائريكتوري معين انا في البيجر بسوي عندي مجلد اسمه images ls حلوين images موجودة طيب مكتاير فيه خيار جميل ممكن تستخدم مكتاير dash p dash p معناها معناته انا لو جيت سوي مكتاير images انا سوي دائريكتوري داخل images لاحظ دائريكتوري هذا بسميه فون صور من الجوال داخل صور الجوال بقول انه مجلد 2019 لاحظ ماذا يحدث قال لك مجلد مجلد فون غير موجود فانت اذا جيت تسوي مجلد داخل مجلد داخل مجلد تنشئ كشجرة كذا بدون انك تنشئ بشكل يدوي كل واحد الحاله ممكن استخدم make فون وبعدين سوي مجلد داخل اسمه 2019 لو سوي نشوف انه عندنا رائع ادخل على اميجز لو سويت ال اس هنا بتشوف انه فون رائع جدا لو دخلت على فون راح تشوف انه عندك 2019 رائع جدا فانا بالطريقة هذي باستخدام ال بي اقدر اصوي شجرة على طول هذي الفكرة وطبعا لو كان مجلد موجود اتعرف شيء ثانية مهمة ممكن تتساءل عند الان موجود وداخله فون صح لسويت ميك داير اميجز فون هذا المجلد موجود سويت 2018 مثلا لاحظة هو اسمه اميجز ويحتاج بي طبعا لو نسوي بي كنسوي اميجز بهذا الشكل ايش بصير لو دخلت اميجز الفون صاحبنا موجود لاحظوا هنا موجود هذا هو لو دخلت على الفون بتلاحظ انه مجلداتك اللي كانت قبل 2019 2018 2018 موجودة اذا اذا كان مجلد موجود رح يمشي الحال خلصنا من هذه عندنا امر الاس وهذا انا تعرفنا عليه اذا طلعت مجلدين فهذا الشكل انا طلعت مجلدين لما ممكن نضيف مع ls dash lh dash lh سيضع لديك الهو اولا هنا الفايلات بس size بيكون هذا قابل للقراءة لديهو dash lh ls l هذا بيعطي لك size ولكن ليس بل kilobytes بيعطي بيعطي الh مع h بيعطي h مع human انساني انساني يقدر يقرأ هذا الرقم فالفكرة الان هذا عبارة عن 4k المجلد هذا هذا ولا شي 0 هذا 17 واضح الفكرة طيب في حاجة ثانية ممكن نسوي ls dash ltr dash ltr تعيد لك ترتيب المجلد عندك بتعرض لك ياو بالترتيب واخر واحد ملف معدل اللي بيضر الاول لاحظ معي قبل شوي لما كان lh عادي كان file 2 ظاهر file 3 هذا ترتيب بالاسم بينما هنا ترتيب باخر تعديل لاحظ هذا اخر تعديل متى الساعة 17 8 دقائق جيد هذا 18 9 دقائق عفوا 17 هذا 17 12 دقيقة قبل شوي كان مبهام التعديل يعني كان مظهري ملف اخر واحد معدل بعدين هذا بالثاني باستخدام ltr يعطيك اول واحد تم تعديل ويكون موجود واخر تم التعديل عليه يكون اول واحد باللستة طيب واضح الفكرة واضح الفكرة في امر شاطع شوي لكن لازم نعرفه طالما نضم الملفات في امر scp scp هذا يستخدم للنقل عبر ssh طبعا انا اضعتها مع هذه ولكن نريد نعرف ssh قبل حتى يكون في فكرة واضحة ssh سيرفر تقدر تنقل الملف هذا ملف فايل هذا اقدر انقله على هذا الشكل مثلا افترض لديك كمبيوتر اسمه عبد المجيب وهناك مثلا فيه سيرفر او domain dot com مثلا ثم تضع المسار تقول هذا يضع في هوم على مستخدم اسمه عبد المجيب او ممكن بشكل مباشر تستخدم تلدا بهذا الشكل فهو مباشر يعرف انه مجلد الهوم حق هذا المستخدم جيد الفكرة الان انه هذا الملف رح ينتقل من عند جهازي على السيرفر باستخدام secure shell في حاجة ثانية انه كانت ممكن تعكس القضية وممكن تجيب سيرفر ملف من السيرفر يعني تقول انا اريد الملف الموجود على السيرفر الملف dot com نقطتين الرأسيتين الملف اللي في الهوم مثلا عند user اللي اسمه new اللي هو file one ابغاء اجيب عندي في الهوم بهذا الشكل الان عاكست القضية فالملف اللي موجود في السيرفر رح يجي من السيرفر وطبعا هذا command يحتاج password اذا عندك key ما بيحتاج بيسحب لك من key بس اذا كنت تعرف secure shell قبل مرأس نستخدم find عندنا find استخدم للبحث جيد فانت قدر تستوي find مثلا في حاجة حلوة مرة يعني تقول find هذه علامة mt هذا الامر يجيب لكل ملفات الفاضية عندك لاحظ تمشي عندي اي ملف فاضي ما في شي يجيب لي بس فانت حيانا تبقوا تعرف ملفات فاضي في directory معين تستخدم dash e بهذا الشكل mt طيب dash mt عفوا لكن انا كيف ابحث عن ملف معين في home مثلا في home ممكن تكتب كذا dash name اسم file file 2 ابحث عنه في home حط رجل على رجل قال لك path must be okay sorry home عبد المجيب think وش اذا بتضب possible uncoated pattern طيب بقيقة هذي الاقواص تخدمهم مع pattern دقيقة خلن نعيد من جديد find هنا المسار انا غلط find name file 2 لاحظ انه في playground وفي ملفات ثانية لاحظ دخل على بلاوي زرق عندي طيب واضح الفكرة اذا انا حتى اقدر ابحث اقدر استخدم find بعدين اضع المسار زي مثلا كذا المسار اللي يبي وابحث بالاسم الاسم apache مثلا اضع denied اذا هناك معناة ما عندك صلاحيات تستخدم sudo تحت password الفخم وطبعا ما لقي شي اسم apache جيد لكن اضع pattern كذا لاحظ انه حصل عندي حاجة بالvar log انا استخدمت النجمة هذه wildcard حتى انه اي شي مكتوب فيه باع وي اخر فالآن الفكرة الثانية نستخدم الامر grip طبعا انا عندي هنا cat file 2 هذا file 2 اذا حاب ابحث في file معين طبعا الفائل هذا ما في data كثيرة بس نفس رضو ان نبحث في ملف ثاني طبعا انا سأغير الصلاحيات سأدخل باستخدام su على الروت الان بروح على var log بهذا الشكل هنا عشان نبحث بملف كبير في ملف مثلا auth هذا اذا حاب اخذ منه معلومة سريعة اقدر استخدم grip i احط الkeyword موجودة ببسطة الملف هذا اللي هو auth log لاحظ انه بيجيب لي اي سطر مكتوب في field جيد اي حاجة فيها field جاب ها لي طبعا لاحظ انه field طبعا هذي انه كلمة معينة يقصد فيها انه خطأ صار في authentication طيب هذه grip وعرفنا grip بالحين طبعا grip فيه حاجة ثانية ممكن تستخدمها ايضا ممكن انك في log كامل عندك بتبحث عن grip r وكي تضع هنا string معين زي field وتضع علامة النجمة طبعا انا ما يحوس بالطريقة هذه اي ملف عندك داخل هذا الديريكتور سيبحث عن كلمة grip عن field عفوا فالgrip يستخدم للبحث عن الشيئ معينة في الفايلات طيب انا سألقي تعب شوي واحد شاهي الامر الثاني الامر الثاني الثاني هو امر كات هذا ضريف جدا فالافترض انه انا سنتقل على var apache مثلا اي تي سي apache اي تي سي اوكي هنا هنا ممكن استخدم cat apache .conf هذا يعطيني محتويات الملف بغض النظر هذا ملف بغض النظر هذا ملف تيكست فيه كلام فانا باستخدام cat بيطلع لي كل شيء في هذا الملف لاحظ انه بالنسبة لي ممارسة دائما سويها غريب ما انا بستخدمه صراحة دائما انا سوي حركة ثانية مادري صح مبصح خطأ عجبتك ما عجبتك كيفك انا استخدم cat كذا اسم الملف apache وسوي غريب هنا الكلمة اللي بيها دبالي دبالي مثلا قال لك اوكي هذا هو هذا عبارة عن سطر واحد بس لانه انا عندي ما اسمه اللي هو الشاشة هذا طب اتكلم عنه لا هذي ثلاث سطور عفوا احيانا لا واحد اثنين ثلاث ايه هذا كلام موجودة هنا وهذه كلام موجودة هنا ثلاث سطور هذي ولكن في حاجة ابيك تعرفها انه الكات ممكن تسوي كات الملفين مع بعض يعني ممكن تسوي كات apache 2 و بورتس مثلا فيما لفس ببورتس فبيعرض لياهم كلهم بعض وممكن استخدم pipe بهذا الشكل مع تقريبا مع الباك سلاش بعدين نسوي غريب هنا واي كلمة و بغاها تطلع اذا كان موجودة هنا او هناك طيب هذا بالنسبة الامر كات بالنسبة الامر تيل كات يعرض لك كل شيء بالملف بنستخدم امر اسمه تيل تيل لو قلنا تيل بهذا الشكل apache.conf الآن شوف سار تيل يعطينا اخر شيء ذيل يعني تيل يعطينا اخر شيء بالملف ديفولت انه يعطيك اخر 10 اسطر في ملف معين جميل جميل انتم ممكن تقول لا انا ابغاء سوي تيل داش ان اللي هو النمبر ابي اخر سطرين في الملف اللي اسمه apache.conf افتاح الظهر عندي اخر سطرين طبعا هذا سطر فاضي يحزي حسب سطر حتى لو كان فاضي اوكي هذه فكرة اللي هو تيل الفكرة الثانية او اي واو في كذا في امر Wget هذا يستخدم لي التحميل الملفات من الانترنت فا امكن استخدام Wget Http اللي هو الملفين موجود مثلا flexcourses هذا اعلان flexcourses.com هذا الموقع اللي قريب لكم شوفوه بعدين فايل فايل هذا مثلا اسمه كذا اسمه فايل اوكي هذا بيحمل هذا الفايل بس هذا غاية ال Wget طيب بنسوي كلير نطلع من الروت عشان ما احب بلعب الروت كثير انا اوش بقى عندنا اوكي بعد ال Wget في عندي امرتار اوكي لاحظ معي انه هنا في عندي فايل صح انا ممكن استخدم تار للنسخ او وضع ملف مضغوط ممكن استخدم تار هذا الامر اللي انا دائما استخدم اضغط مجلدات فانا بعلمك كيف تضغط مجلد كامل images هذا فانا ممكن اضغط images بهذا الشكل اقول عندي لاحظ انه باستخدم Z C V F طبعا هذه لها معاني كثيرة انا ناسس راح معانيها لكن C لكمبريس و V اما Z و F انا اعلمك كيف تطلع المعلومات هذه ولكن انا بسمي الملف هذا مثلا images.r.z اوكي images اوش اسم المجلد اللي بتضغطه هذا المجلد تك CV compress و V فانا بعرف انه ضغط هذه الملفات اذا حاب افك الضغط عنه لازم انتبه الحاجة يعني عندي images هذا هو الملف مضغوط صار فيه مجلد اسمه images لذلك اذا بفك الضغط عنه هنا ممكن يكتب على المجلد اللي عندي عندي هنا مجلد اسمه images لذلك انا بغير هذا المجلد اسمه images بستخدم mv images بسميه images underscore old جيد الان لو سويت ls بتشوف انه في عندي images underscore old هذا القديم افك الضغط kftar هالمرة بدالة c بستخدم x للإكسراكت vf بعدين images .tar .gz اوكي ls شوف عندك اللي هو مجلد المجلد 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 انزب 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 اذا عندك ملف مضغوط باستخدام .zip الملف هذا فتقدر تستخدم file.zip يفيك لك هذا الضغط الامر بسيط جدا اذا انتفشت اوقف الفيديو شوي انا باقي عندي كم امر وخلص من الفايلات الامر الثاني اللي بنتعلمه طبعا عنا عرفنا النانو خلاص اللي هو change mode لازم نعرف change mode عندك lsl لو استخدمت lsl بتشوف انه عندك هنا صلاحيات على هذا الفايل صلاحيات الفايل اللي هي rw اللي هي read write وما كما فيها execute طبعا هو عبارة عن بلوك اذا تعرف اكثر عن الصلاحيات ابحث في قناتي عن الصلاحيات ولكن انا كيف اغير صلاحيات ملف اقدر استخدم وستخدم change mode change mode مثلا 7700 انا ب700 700 معناته ان اعطيت انا نفسي المالك الفايل كل الصلاحيات وبقية الناس ما اعطيتهم صلاحيات ارجع اقولك بتعرف اكثر عن الصلاحيات بتحصل الدرس الخاص بصلاحيات فلو قلت file 2 الان بحصل لو سويت ls مرة ثانية انه صار عندي انا عبد المجيب rwx والبقية ما عندهم ولا شيء اللي هم group هي القسم الثاني و اي واحد ثاني له هذه الصلاحيات اللي هو مو ضمن مقروبي وله بنفس المستخدم طيب في عندنا change on change on يختلف عن change mode اللي هو change on هذا اللي هو change ownership change ownership لو عندي فايل معين زي مثلا ls هذا لاحظ انه المالك لهذا الملف هو عبد المجيب صح صح طيب ابي اغير المالك اعط واحد ثاني كيف اغيره تقدر تستخدم change ownership تحط اسم اليوزر اللي تبيه مثلا route على اللي هو images dotar dot gz طيب عم operation not permitted عشان هذا route ما اقدر زين بس افترض انه عندنا يوزر بالسيستم خلنا نقلبها على route شوي ندخل route كذا الان لو جيت قلت change ownership route images dotar gz طبعا انا حطيت الاثنين images اللي هون مجلد افترض انه تغير عندك المالك هذا route و المالك هذا route طيب انا كيف اغير المالك انا استخدم صراحة بسيطة جدا ما قاعدة عقول change group من هنا امرأة اسم change group على طول هو نفس اليوزر نفس اليوزر الاثنين المالك هذا route enter الاثنين لاحظ انه الان تغير وضع عندي صار اليوزر عبدالل مجيب ولكن الاثنين route هذا change owner طيب بقع ولا حاجة عندنا خلاص هذه القسم حق الفايلز بالدرس الجاي بيكون فيه قسم إدارة ملفات فقط أتمنىك استفت لا تنسى فليكس كورسز موجود تحت ادخل بسرعة ليروح على العرض السلام عليكم